السلام الله عليكم آزول هل تعلم القرآن الكريم أنزل في مكة المكرمة ثم المدينة المنورة ولكن المغاربة أخذوا على عاتقهم تعليم القرآن وعلومه لأبنائهم والمغرب والمغربة عموما معروفة لهم أنهم أبناء القرآن الكريم فإذا مشينا مثلا لمدينة فاس فمدينة فاس فيها بزها المدارس العتيقة والمدارس التعليم القرآن الكريم اللي قديمة بزها التي يعود عمرها للقرن الخامس عشر وما يزيد مثلا المدرسة البعنانية مدرسة العطارين ومدرسة بن يوسف ومدرسة بن يوسف ومدرسة بن يوسف فحدث ولا حرج ومدرسة للتعليم العتيق لحاليا الناس القائمين لجمعية جمعية التنمية لأعمال الخيرية يريد أن يبنوا مدرسة للتعليم العتيق فين؟ تعالى معي سأبنوا إن شاء الله في منطقة إغل نمغون فالتقطع ديال الطرق هذا الطريق المؤدي إلى وزيغيمت وتابانت وأزيلال والطريق المؤدي إلى قلعة مقونة وهذا الطريق هذا مؤدي إلى مركز إغل نمغون وآيتسكري وإلى إلى تندوت وسكورة أنتم معي إذا كنت تشاهدوا معي هذا هو المشروع المزمع إن شاء الله بنائه فرابد هذا المشروع الخيري هذا ولكن أنتم تعلمون أن دائما المشاريع الخيرية فيها مشاكل تمويل بطبيعة الحال إذن فالناس احتلوا البناء الأولى من أجل بناء هذا المشروع الخيري هنا في منطقة إغل نمغون والذي هو عبارة عن مدرسة قرآنية ومدرسة للتعليم العتيق من أجل ماذا؟ من أجل تعليم أبنائنا القرآن الكريم وعلومه بالمجان بطبيعة الحال فهذا المدرسة هذه إن شاء الله رأي مدرسة كبيرة وغنحطول لكم معلومات إن شاء الله شحال يعني الطاقة الإستيعابية ديالها وشحال اللي كتشوفوا معي هنا يعني مدرسة كبيرة فلا فيش تكنية كلها الدراسة الأولى ديالها كتقول باللي أن هذه المدرسة هذه إن شاء الله يعني البدجة والميزانية ديالها إن شاء الله ديال البناء ديالها غتكون تقريبا 800 مليون وبالتحديد يعني اللي قام بالدراسة حتليهم سبعات المليون ومتين ألف ديال الدرام فكما تشوفوا معي رأى الأشغال كاينين في المدرسة حاليا الناس غادين وتيبنوا فيها فديجة احطوا الصور الخارجي للمدرسة وهما دا بدي حطوا الحجرات ولا الأقسام فهذا المدرسة ستكون فيها إن شاء الله ستكون فيها قاعة للصلاة وكون فيها قاعة قاعة الدراسة وكون فيها إن شاء الله أيضا مأوى ولا المكان ديال الإواء ديال الطلبة يعني هذه المدرسة ما تكونش حكرا على أبناء المنطقة فقط وإنما الإشعاءة لا يقدر يوصل لمناطق بعيدة في المغرب يعني أي واحد يقدر يستفيد من هذه المدرسة هذه إذن هنا هذه دعوة للمحسنين أنهم يساهموا وبكثرة فأنتم تعرفون أن من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة إن شاء الله فهذه فرصة ديالك أنه يتم بناء قصر لك في الجنة إذا كان في الاستطاع أنك تساهم ولو بالقليل 50 درهم 200 درهم 200 درهم 500 درهم 1000 درهم أي حاجة تستطيع تساهم بها ستستطيع تعاون هنا وتستطيع تغيير وإذا لا تستطيع 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 بالفلوس فإن يمكن أنك تستطيع بالتصوص يعني يستطيع هذا الفيديو وصل الواحد الذي يستطيع يساهم ويخرج هذه المدرسة إن شاء الله ولكن ستخرج للواقعة إن شاء الله ولن معلومة أن هذ المدرسة يعني عندهم جميع الوذيق ديالهم كرخصة البينا ديالها على вот لها وعند هالله فاش مدرسة وتبنية وصافة ولكن عندها قاعد وثائق ديالها يعني مدرسة قانونية وأيضا هنحط لكم هذا هو اسم الجمعية ورقم الحساب البنكي ديالهم اللي بغا يساهم فإمكن لك تدير سكرينشوت ويبقى عندك رقم الحساب تتسالي يدوز لهم مثلا قاعد المنطول اللي بغيتي يعني المبلغ اللي بغيتي دابا الحمد لله راكين ليز أبليكاسيون قدرت دوز من البنكة ديالك لهاد البنكة ديال الحساب هذا بلا ما تنقل البنكة وهذا المهمة هو الحساب ديالهم والبنكة اللي تفتح فيها الحساب البنكي ديالهم وكما تشوفوا معي رأى هم الخدامة كينين خدامين حاليا فرأى الحمد لله يعني كما قلت لكم الناس بدأوا وعندهم أمل إن شاء الله وأنهم يشوفوا هذه المدرسة هذه مليئة بطلاب التعليم العاتيق إن شاء الله إذن تنقل لكم من منطق تيغ النمقون سلام الحسنين ويقول لكم تحياتي ترجمة نانسي قنقر